موسيقى وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم ولكن المساحة اليوم بتهم والموضوع بهم كل السيدات والصبايا سمار لأنه كتير من السيدات ممكن يكونوا عم يجأوا لوضع ماسكات حتى المكياج من أجل إخفاء العيوب اللي عم تظهر بالوش مثل هالات السوداء تحت العين أو تغيير لون الجلد بأماكن مختلفة من الجسم هذا السبب المباشر اللي غير معروف بالنسبة للسيدات اليوم لنعرفه طبعا لتغيير لون الجلد وليش عم تظهر الهالات السوداء تحت العين طبعا ونصائح كتير رح يعرفنا عليها الدكتور هايكا سيروبيان اختصاصي جلدية سعيد صباحك سعيد صباحك بكتور أهلا وسهلا فيك بالبداية مثل ما حكينا بنا نحكي اليوم عن الهالات السوداء تحت العين خلينا نعرف شو السبب ظهور الهالات السوداء تحت العين وبشكل كمان بس بتفرق من شخص لآخر أحيانا بيكون كتير غامر أحيانا بتكون المنطقة مثلا سوداء بس يعني أخف من غيرها خلينا نحكي عن السبب على الهالات السوداء اليوم صارت هي حالة عم نشوفها كل يوم حتى بالحياة العادية طلعوا حواليكم طلعوا نسبة كتير كبيرة وخاصة عند الصبايا بحاطين كونسيلر بس مشان يغطوا موضوع المظهر هذا السواد اللي بيوحي بالتعب يعني اليوم أي حدا مهما كان بشرته نقيه مهما كان صافي مهما كان اللوك طبعه حلو مثل بيقوله بشوية هالات السوداء بتصير بيوحي بالمرأة العين دايما بتصير بتوحينا بيقوله الإنسان العين بغرفة الكلام أو حتى المظهر طبع الإنسان بيرتبط كتير بعينه الهالات السوداء اليوم مشاكلها كتير ممكن اليوم بتطبع أهم شيء العادات الغذائية يعني أسبابها مشاكلها من أسباب مشاكل كتير عادات الغذائية اليوم نقص الحديد نقص الحديد أو مخزون الحديد نعوذ فيتامين دي مشاكل وعائية موجودة عند الشخص خلل تغذوي ما ممكن موجود عادات سهر كومبيوتر شاشات الولاسة دكتور الحقيقة هي الوراسة طبعا بس اليوم فينو حدا يقولي على حساب أي مورسة موجودة هاي الهالي أنا موجود يعني هي كلام منقول عائليا موجودة هاي القصة أكتر من غيرها لأسباب أنه قد يكون عائليا بنفس اللي عندهم مشكلة بالتغذي ممكن يكون عائليا عندهم مشكلة وعائية ممكن يكون عائليا عندهم مشكلة مرضي ما بينعكس على العين لكن ما في مورسة مباشرة مسؤولة عن السواد تحت العينين يعني ما في شي أنا بورسة اليوم على طفل هي بتظهر مع الهيام نتيجة العادات ممكن تكون أحيانا عائدات عائلية تغذوية ممكن تكون موجودة بالأقل أو استعداد لظهور هاي الإصابة موجودة عندهم أسرع مباشرة استعداد لكن مناوراس مباشرة نعم دكتور مبسل هالات السوداء تحت العين عم بتظهر هاي المشاكل كمان تغير أو بقع داكنة بأنحاء مختلفة من الجسم كمان خليل نعرف شو سببه كيش عم تظهر بقع داكنة هدا بحر اليوم بقع داكنة نحنا بنفسرها بشكلات كتير لعطيكي مثال واحدة بشرطة بيضة بصير معا شي بيسموه عنا بالجلدية فرفرية هي نوع حدث وعائي ممكن يكون هذا الحكي عند البشرطة بيضة اليوم حمراء عند البشرطة سمراء اليوم بيان سوداء فمنفكرة تصبه هي مشكلة عالية أرجعنا لنفس الفكرة في تصبغات بالجسم اليوم تتبع مثلا تصبغات اللي بتظهر تحت القطين مثلا بمنطقة القطين منطقة العاني منطقة المفاصل مثلا بالركب بالكوع هذا الشي كل واحد ما بيرجع لأسباب مختلفة فهي بحر كتير كبير كل حالة عند مريض بتفرض حالة تختلف في أسباب اليوم مناعية بتسببها في أسباب كتير ممكن تكون نحن عنا درجة عادي كل شئ اللي بتطلع كمان على الجسم بلو روح وفحاص الكبد وفحاص مدري شو حقيقة هي موجودة بس أنه هي احتمالاتها كتير ضعيفة في أسباب كتير شائعة وفي أسباب مناعية ممكن تكون موجودة في أسباب ممكن مثل اللي بنعرفها ومن الدولة بس هي مناسبة شائعة أبدا كل حالة بتفرض وضعها وكل حالة إلى علاج مختلفة على فكرة ما في شيء اسمه كريم مضاد للتصبغ بجينا بحطه اليوم بينفع منطقة الأبطين هو نفسه اللي بينفع على الجسم هو نفسه اللي بينفع على الكوع والركب مثلا عادات مثلا عندنا مثلا النساء اللي بتصلي دائما ملاحظ عندهم منطقة الركبتين عندهم فيها نسبة تساويذات يعني منطقة السجود العادات اللي موجودة في بعض البيوت عندنا بالقادي على الأرض مثلا بيحطوا ركبهم على الأرض وبيعطوا عليها لفترة منيحة هذا كمان ممكن سبب اسويدات نتيجة الاحتكاك نتيجة التقران هنا الاسويدات سببه فرط تقرن الجلد نفسه بيصير في تقران وبيعطينا هذا المظهر الأسود هذا ما بيتعامل معاملة التصبغات هذا بيتعالج معالجة الجلد المصاب بفرط تقرن أو قشوني هاي خلينا نحكيها باللغة العامية هي اللي تعالجه بتلاقي اللون شوي شوي بيتراجع المشاكل اللي علاقة بالتصبغ بشكل مباشر بتختبط به حسب مثلاً نفترض عندك الأبطين ممكن يكون هذا سبب مواد المزيل للتعرق مثلاً العطول ممكن تطبع ببعض المناطق المحيطة هذا الشيء بسبب لنا سواء منطقة العانقة بعض المشاكل الهرمونية بتلعب بعض المشاكل الالتهابية بتلعب دور الحقيقة أنه هو بحري يعني كل حالة منهم ممكن تكون إلى نمط علاجي وإلى نمط تدبير مختلف مثلاً تحت الأبط إذا صار في المنطقة غامقة ممكن بالليزر ممكن يتعالج وتصير بتوحد لون الجلد وخلينا كمان دكتور نحكي عن الماسكات الطبيعية مثلاً بيقولوا الشاي إذا حطيناه بيروح الهالات السوداء مثلاً الركب إذا صاروا غامئين كتير أنه الجيبي ليمونة مثلاً وفريقية ركبتك مثلاً بيروح هذا اللون الغامي خلينا نحكي عن هاي ثلاث نقط اللي حكيتم أنه إجراء صحيح تماماً وعلى فكرة في كتير سيدات بيعملوا ليزر شار ما بيعرفون أنه ليزر شار نفسه وبعض المعايرة للجهاز ممكن يروح التصبر وهاي المعايرة بدأت ترافق مع مستحضرات ملطفة خارجية وبدأت تكون زمن الجلسات متقارب يعني بدأت ترجع للمركز اللي هي عم تعمل فيه الجلسات إذا كانت عم تعمل جلسات ليزر وبتقدر تتنبوهم لفكرة أنه أنت حاب تخلصي مثلاً موضوع السواد بمنطقة العانية أو البطين يعني مناطق السناية بيسموها عنا تمام؟ وبيأخذوا التدبير المناسب حسب الخبير اللي عمش رفعليون الطبيب العمش رفعليون هو اللي بيعطيهم التدبير المناسب بالنسبة للإجراءات الطبيعية اليوم نقول كمادات الشاي هيبتيجي على وزمات مثلاً تعب، سهر ممكن تنفع معنا كمادات الشاي البارد بتصير يعني هي بتهدي اليوم نفرق المراطق الخشني بالليمون أكيد بتعطينا إذا فرقناها شيء من النعومي فبتخفف لكن هي إجراءات لطيفة بحالات بداية ما بتشتعل إذا كان عنا لحنا تصبغ حقيقي تصبغ الحقيقي بدي تلجأ لتدبير قد يكون طبي تماماً وبيد تراجع فيه الطبيب السواد تحت العينين مثلاً له إجراءات كتير تتطبط بالحقم بالمنطقة أكتر وهو الأكثر نفع يعني اللي بيعطينا نفع أكتر وأكثر نجاعة بالموضوع هو الحقم طبعاً فيه أبار كتير بتشتغل بهذا الموضوع بتعتمد مستحضراته على يا أما النياسين أو الفيتامينات مثل النياسين مثل الفيتامين إي هدولي كتير مهمين بالنسبة لمنطقة السواد تحت العينين ممكن نعتمد على الـ أحياناً ممكن تعتمد أحياناً على الـ النظام اللي بيعتمد على الترميمة أكتر هذا موضوع ممكن يشتغله بيعتمد كتير على القابضات الأوعية هينقطة كتير مهمة لأنه دايماً السواد تحت العينين هو مشكلة وعائية أكتر لإحنا منفكر السواد أنه لون من برة الحقيقة أنه هو ثلاث ليرات السطحي هو اللون اللي هو النتاج النهائي عن اللي صار تحته واللي تحته وزمة دموية مثل الكادمين هذا بتتشكل فيها بيسموه الوشم الهيني أو الوشم الدمو واللي تحته هو الأصل هو تمزق بالأوعي الشعرية الموجودة في العمر يعني مثل إذا عنا لحنا جدار وهالجدار فيه بقلبه مصورة مي وطقت ما بتنش بتطلع لبرة نفس المبدأ هاي الأوعية الشعرية بتنش وبتصيب بتعطي المنطقة فيه وزمة دموية أو وزمة من كريات الحمر بسموه الوشم الهيني اللي هي بتولد لون لفوع أي علاج للعين اليوم ما بيرطبت أنه أنا اليوم والله حط كريم أو حط مستحضر أو حط مثلا كمادات الحقيقة فيه عندك إصابة تحت بديك تخلصي منها هذا إذا ما خلصنا منهم ما بناخد نتيجة يعني مشان هيك أغلبية مستحضرات حول العينين بتلاقيها اللي عم بيستعملوا بيقول لك ما استفدنا منها كتير نتيجة محدودة خفت شوي بلس ما بتعطي نتيجة الحقيقة إذا ما كان فيه إجراء اليوم علاجة حقيقة للمنطقة وعلاجة على فكرة ما نهو إجراء مرة أو مرتين هو وقت بيأخذ وقت يصل للستة شهور وحيانا للثمانة شهور لندم نخلصنا المشكلة نعم دكتور طيب بما أنه هاي المشكلة عند غالبية الصبايا وعم يجأوا مثل ما قلنا حتى لو بأعمار صغيرة ممكن للفيلر للبلازما للميزو خلينا نحكي شوي كيف فينا نعطيني بالمنطقة تحت العين يعني الهالات السوداء هي مشكلة شائعة جدا هلا بس بدي تنويه الصغيرة أول شغل الفيلر بيشتغل بس بالحالة اللي بيكون فيها العين جورة خلينا نحكي بالوعامية كتير اللي بتكون السواد ناتج إنه بالأساس ما عندي وسادة في بين الجلد وبين الحجاج فعمليا تمليها فبيخف اللون فقط ما في فيلر بيروح لون السواد تحت العينين مبدأ الفيلر هو الامتلاء بس ما في مبدأ آلي بقلبه إنه هو يجيلك هذا الفيلر اليوم إذا عملناه بيروح السواد مستحيل الميزو في تداخل شوي ما بين الأبر العلاجي وما بين الميزو كل منطق حقا بالوجه صار العرف نسميه ميزو حتى تداول الشركات تقولك عندي إبرة نيزو صبايا ما كتير بيعندهم معلومات تمام أي إبرة اللي إحنا نعطيها بشكل سطحي بالوجه بسموها إبرة ميزو هي تقنية خلينا نعتبرها إنه الميزو هي تقنية تحكم بالوجه تختلف المواد حسب الهدف ما شوها تهد منت ميزو الحقيقة إنه هي في إبرة علاجية ما فينا نعتبرها ميزو هي إبرة علاجية نظام إلى نظام وإلى بروتوكول وبتأخذ نتيجة وبعد النتيجة حتى لحالة ما بتشتغل قد تكون جزء من كورس علاجي تعاجي فيه السبب يعني أنا إذا عملت ميزو وعندي مثلا في أردم شو بدي نفعني الميزو؟ اليوم أنا عندي مشكل مثلا نقص فيتامين دي شو بدي يشتغل الميزو؟ بالنهاية ما رح يشتغل هذا الموضوع لكن إذا كان في خط أو خطة علاجية صحيحة ومع هاي الخطة العلاجية اليوم اتبعنا الجلسات المناسبة وهون ضرورة الجلسات على فكرة بالسواب لي؟ لأنه أنا ما عندي حبي بأخذها من هون توصل للعين عيشة لي كمان خطأ ولا الكريم من بره رح يوصل للعمق ويصلح للأوعي العلاج مثل ما حكينا بدي يكون علاج على الليارات الثلاثة على الطبقات الثلاثة اللي احنا عم نحكي أو مراحل الثلاثة لتكوينه فالحقن هون ضرورة لكن ما بيكون لحاله هاي من الشالات المهمة بالشو حطيلي كمان العناية العناية فيه هون هي بس موضوع تغزية بشكل رئيسي يعني اليوم نحنا كل ما كان تغزيتنا صحيحة كل ما كان تغزيتنا غنية بالحديد نظام النوم تبعنا سوي معنا مثلا سهر كتير ما بنوعد قدام شاشات لفترات طويلة هذا أهم شي بالعناية التغزية هي أساس كل شيء أكيد دكتور نحن نتعرف أكثر على الأمراض المرتبطة بتغيير لون الجلد مشان مثلا أي صبية مسألة عم تسمعنا عندها هالات صودا من تروح مسلا تروح تعمل تحليل مثلا مثل ما حكيت انت مثلا عندها نقص بي فيتام مي معيم ممكن يسبب له هالات صودا عندها مرض معيم ممكن يسبب له هاي المشكلة كمان على لألك شالة هي ما بجوز هي تروح عند تحليل يعني هي بتراجع عيادة تمام والاستجواب الطبي اللي بيتم بالعيادة هو اللي بيوجهنا لحنا شو ما نطلب اليوم ما في شي اسمه ليست التحليل طب اليوم بيندمج الموضوع حتى مثلا مع مشاكل هرمونية أحيانا تمام هل يعقل ما اللي والله لازم تعملي تحليل لفلاني وفلاني وفلاني هاي ليسة بتنزل بتعمل اليوم تحليل هرموني بكلفة مئة ألف لكن الدكتور المريضة اللي بتيجي لعندك شو شو الإجراءات بتعملي؟ أول إجراءات من هو الاستجواب الطبي اللي بوجهنا لحنا لوين هل هو في عن خلق الغذائي بوجهني اليوم لمشكل مثلا نقص أحد الفيتامينات بيكون له مظاهر تاني يعني مثلا سواد تحت العينين اليوم أحيانا بيترافق بلك تكسر أضافر تعرفي أنه عندك توجه مثلا الحديد يالفيتامين دال تساقط شعر تعرفي لوين بتتوجه عادات مثلا ترتبط بالسهر وغيره في عندك تعليمات لازم تترافق مع العلاج مشاكل هرمونية بتكون إلى مظاهر تاني نعرف أنه أنا اليوم ما هو الهرمون الرح يصلحه لكن ضبط المشاكل الهرمونية بيسهل موضوع العلاج بالمناسبة إذا عالجنا الأصل ليس بالضرورة أنه الطيب النتيجي يعني أنا اليوم بقول لهم دايما مثلا إذا أنا عندي بلور في واحد وراء البلور مسك حجر ودربلية حتى لو طلعت كمشته لهذا الشخص اللي ضرب للحجار ولميت البلور من الأرض ما تصلح البلور بدي أرجع صلح البلور لحال نفس المبدأ هون بالعلاج إذا أنا عندي مشكل وجود مثلا ناقص بالحديد مثلا ناقص فيتامين دال ما تعويضه هو اللي بيصلح المشكل تعويضه هو اللي بيسهل الشفاء لكن أو بيلغل على الأقل السبب لحتى إذا إحنا تعالجنا نأخذ نتيجة علاج جيد نعم دكتور طيب شو هي الأخطاء الشائعة اللي عم تلاحظه بكثرة عند السيدات والصبايا اللي عم يجول عندك بما يخص العناية بالبشرة هون هي لطيف يعني في أخطاء وعادات كتير العادات اللي احنا في عنا عادات اجتماعية بتحكمنا أول عادات الاجتماعية اللي بتحكمنا ما كيهاش طب ميكوب أي اليوم انت بالميكوب انت متطرة لتروحي زيارة ولتطلعي تروحي تنزل الدونة ولتعدوا هلأ انتوا قدان الشاشي وا 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 الى آخره الميكوب نحنا إنه أي ستة بتمشي لبره بتفترض منه هذا الميكوب اللي حاططه هي حميد حالة فيك فكعناية بشرة هو أكبر أزيي للبشرة ألا كيف نتجنبها ما في تجنب فينا نلطفها أما اللي تقليني والله أنا بحط ميكوب وبشرتي صافي ما رح تزبطي صافي اليوم ما رح تكون صافي موقع وهو فيه شي مثلا أنتوا مجبورين تحطي ميكوب تطلعي على شاشي بس أنا بستر بمستة اللي بتفوت العنجارة بتحط ميكوب تتشرف في الجانهوي يعني شو جابرة يعني هنا فيه ناس مثلا تضطر مثلا أنتوا هلأ نتجة إضاءة وتصوير مجبورين بشيء محدد لكن هل يا ترى هذا الجبر بخص الكل أو أنا بنزل والله أرقلي بقهوي بروح بدي حط فول ميكوب كان يراي على عرص بعد ثلاث ساعات لحتى أرقل ساعة هي هون المشكلة اللي عم بتصير عنا الميكوب اليوم بالنهاية أنا دائما يعني طلعوا على المواد على السيواغات وقت بتشيلوا الأطني دائما تطلعوا وشوفوا على الأطني هذا الشيء اللي أنتوا بتشوفوه وسخ بتمسكوه بطرف المحر ميلاد كبوه هذا كان عوجهركم كل النهار شو بتتوقعوا منه نتيجة أكيد راح تصير في أزيات راح تصير في سواد على الكونسيلر مسؤول كتير عن مشاكل العلاقة بالسواد تحت الغين هلنرجع الموضوع حول العينين ليه لأنه هو أرق جلد موجود عندك بالجسم اليوم هو شو هاي المنطق الصغيري هاي اللي فيها هالجلد الرئيئي كتير اللي نيجي اللي احنا عم نحط له طبقات أحيانا هاي الطبقات عم يعني العزية تبعا ما عنده قدرة يصده الجلد اللي هو سماكات في مناطق الجلد السميكي ممكن تقوى مناطق الجلد بتتلف بسرعة عشان هيك منشوف هلا اليوم بعمار مبكرة عم نشوف سواد عم نشوف تعب عم نشوف خطوط هادا موضوع كتير سيء بتجي مثلا موضوع الشغلات الممكن تأثر والعادات على البشرة اللي احنا عم نحكي على عادات الدايت هلأ هوس السيدات كلها حتى اللي بيكون وزنة يمكن خمسة وخمسين كيلو بدأت نزله ولو بدأت نزله كيلو هي عملة الدايت انظمة الدايت كلها انظمة خاطئة خاصة عم نسمعها لحنا اللي عم تجينا على تحت شعار خبراء تغزي ما سمعت عن واحد منهم خبير تغزيه ببرنامج واحد يعني برنامج مقدموا لمريض بشكل حقيقي فعلا تغزوي طبعا فيه ناس رح تداية مني من الحكية بس بالنهاية البرامج اللي بتعتمد على الجوع هدا ما اسمه دايت البرنامج اللي انا بتجوع فيه مريض معنا بجوعه بالصومال بيطلع نحفان الزلمية يعني ما في مشكل بعدين بديو يرجع ياكل بيروح عضل ودهن بيرجع دهن بعد فترة بتلاقي بشرتها سلتة الشحوب سواد نفس فيتامينات تساطط شعر تلف بشرة بشكل عام بتقل لك توسعية المسان خطوط بلاشة تطلع على الشفة الفوانية خطوط الجبهة بتوضح خطوط العين بتوضح الوجه بيسلوت هاي بتظهر يعني في مشاكل كتير عم نوقع حالنا فيها اللي احنا في غينة عنا الانظمة الغزائية لازم تكون حقيقية البروتين صح والبروتين قبل اي موضوع تاني هذا الحقيقة فعمليا كل انظمة اللي بتبعد عن الدهون واللحوم هي بالعكس هي بتوقعنا بمشاكل اكتر حتى الفيتامينات المهمة للجلد هي زوابة بالشحوم او زوابة بالدسم هذا موضوع مثلا اللي احنا لازم الراعي موضوع مثلا اليوم اه طلعت واضطريت تحطي ميكب ما تنامي بالميكب تبعي المستحضرات تستعمل موزين ميكب او بتعمل منظف تشرة عالطالع والنازل انت بقرود تركيب مواد كيموية صرفية يعني شو جيني انت شو بصابونت الغار عتبريها مخشوشة ما فيها يعني بدل ما يكون فيها مثلا عشرين بالمية غار غاشين احاطين عشرة طب فيها عشرة بالمية غار منيح عسام ان مفاعل ديمونة هذا بيحطوا ليابا بأنني وبيحطوا عوجها هنا وانا عم استعمل ماركة واذا ماركة واذا ريحتوا حيوية واذا دافع حقه احيانا خمسين الف ما هو المشكل ما بيها دول ما تحطوا على بشراتكم شي ما بي لزنكم هذا هو اكتر شغلي رح توقعنا ببشاكل مستقبلية حتى لو ما حاليا اكيد دكتور بما انو حكينا عن علاج هالات السودابي الحقن اللي نحكي شو له اثار جانبية الحقن؟ اي الحقن حقن اثار الجانبية باليد الغير خبيرة نحن عم نحكي حقن نحن هلا دارجي عنا عادي ما نهبه ودب اربع خمس اعلانات على الفيسبوك على خمس صفحات ونطلع خالصي ولحقوا حالكون يا صبايا واللي بدون يسحبوه وحاكيني على الخاص متلوا بيجروا على الفي متلوا بيقولوا عنها بالعامين هلا أنا ما عم بقصد فيها حدا بس هي فعلا هذا كلام يعني صار عم بيسخف عمل اليوم كتير صعب الامراض الجلدية شغلة كتير صعبة بس تنويه لللي عم بيسمعنا من السيدات الامراض الجلدية شغلة كتير صعبة أنا بللهم مثلا اليوم نروع عن دكتور عيني يعطينا قطرة لعيوننا لا منسأله شو يعطينا ولا من ناقشه لا الصيدة اللي بيسترجي يبدل الدواء ولا الجارة بتعطيني رأيه ولا رفئتنا ولا حدا بيسترجي يفتحتمه مع العلم هاي الأطرة رح تشفيني بخمسة أيام أو أسبوع المرض الجلدي اليوم وحدة القياس صبعنا شهر وأنتم ممكن تعانوا من مشكلة سنين عمليا اليوم التداول مع ناس ما عندهم الخبرة الحقيقية وكملة خبرة لا يعني خبير خبرة يعني طبيب إشراف طبي على عمل ما لأنه لحنا ما ما إنه والله عملنا الحقني ما صر لنا شي طيب بديكون هذا الشخص زوقنا لحنا بمشكلة تحسسنا ما بديكون عنده القدرة إنه هو يصلح لنا المشكل فهذا موضوع خطر موضوع تحت العينين في كتير شغلات ظهرت عنا بالفترة بتمر علينا حدا بيفوت على بيدرب عصب حدا بيدرب عرق يعني في بتصير هاي المشاكل حتى ولو اليد خبيرة واقعة تصير يعني ما بيخرى منها أي طبيب مهما كان فما بالك بقى الحدا الغير خبير فالتعامل معها خطورة بخطورة المكان حساسية المكان نبالة المكان خلال ما نعتبرها منطقة العين فما بنلعب فيها بشكل عشوائي التداول فيها عن طريق مراكز طبية خلي يكون فيها طبيب مشغف ببرنامج علاجي واضح وليس برنامج إعلاني لمادي أو برنامج إعلاني لا لحق حالي أو خصم بموضوع هو الحقيقة ما هدول هدول اللي عم يدير العمل التجميلة عمل تجميلة أكبر من هيك ما نهو موضوع تداول بهاي القصة وقت بتكون مادي صح ومركز محترم وفيه طبيب موجود بقلب المركز والعمل اليوم مسؤول عنه المركز وفيه بروتوكول واضح بإمكانها أي مريضة تعتمد على الطبيب الموجود جوا واتتبع معه وحسب الحال الموجودة عنده هو بيحط له البروتوكول بيقول له اليوم عندك هاي المعالجة بيتأخذي هذا الحب وهذا الكريم وهي الجلسة وهي توقيتها توقيتها بهالوقت توقيتها هذا الجلسة بهالوقت يعني هي صحيحة بروتوكول نظامي يفضل دايما التعاطي فيها من خلال طبيب نعم دكتور انت بصير فيه يعني ضرورة للتدخل الجراحي أو العمليات الجراحية بحالات مرضية خلينا نقول تحت العين تهدر تهدر والبوفينج وقد بيكون عنا لحنا نفخة ما كتير نعويل عليها طلعت كتير مواد عليها الحقيقة بتحسنها 30% ممكن تنفع بالحالات الخفيفة وقد بيكون هاي بنسميها البوفينج اللي هي بتكون احيانا وسائط شحمية أو وزمة هاي تداخلها جراح وهي غالبة وسائط شحمية التهدلات الأشفان العلوية والصفرية هي تداخل جراح ما نضيع وقت فيه ولا نقنع المريض انه والله بنعمل لك جلسة كذا بتخف ما رح تخف بهذا الموضوع التداخل الجراحي بيد خبيرة وهون كمان نرجع نحكي تيد خبيرة لانه الغلطة بكفرة يا بصير شترة عين لفوق يا لتحت يعني كتير بدأت تكون اليد دقيقة حتى مشان تستدرك الموضوع فقط هذا التداخل الجراحي المسمى هلأ في بعض الحالات ظهرت فيها تداخل على تم حقن بعض المواد المالئة تم حقن مثلا شحوم بشكل جائر تم حقن مواد مجهولة المزار شحوم هلأ كمان كتير شائعة دكتور الصبايا عم تجوه لانه يمكن دا يمومت أكتر من غير مواد تاني فعشور إياك لا هلأ الشحوم إذا بدأنا عملها صح دلت عمليها نانو والنانو هو شحم سائل يعني هلأ بيمومتو ثلاثة شهر حتى الفلارات اللي بتتم تحت العينين هي ما مفترض تضاول أكتر من ستة شهر يعني هي عمرها الافتراضي ثلاثة لستة شهر فبالتالي إذا مريضة راح تلع عند مركز وعمل لها فيلر وراح بعد ثلاثة شهر ما تتهم المركز بأنه غشة في مشكلة أو غشة لأنه المواد الفلر اللي تحت العينين هي مواد ممددة بدأ تكون آآ صوفت مانا ما فيها ما فيها مادة كتير آس الشحوم إذا ما كانت نانو هي كتلية يعني ممكن تكبتل يمكن تعطيك مظهر مانو ظابط يعني هو النهاية الشحم شيء خشن مانو بنعومة الفلر مثلا مانو بنعومة مادة سائلة في النهاية بيبقى فيه جزيئات خشنة فبدي يكون مارئ بفلتر نانو لحتى يمشي الحال ومع فلتر نانو اليوم هو دل ممتو ثلاثة شهر لأنه هو شحم سائل ما في ما في ما في مادة تمسكه جوه يعني أنا إذا حقنته هو شحم سائل رح يرتشفه الجسم بشكل تدريجي ما في ما في مادة تمسكه يعني ما مثل الفلر بجوز ماسك حاله عم بيتحرر ببطء لا هو شحم مرتشف اليوم بتصير أحيانا الرد لتحضير هاي المنطقة أكتر من ما بسهل نتيجتها اليوم فلتر نانو شيء مكلف والشفط والرد اللي بديو ياخده من منطقة من جسمه وشان يحطهم لحتى ثلاثة شهور يرجع السابقون علامة جرحم بدو شهر ليطيب منه ولو شوي بدو يصير رد تحت الجلد هذا الوضع أحيانا ما بيستاهل تعبوا يعني عرفت اليو شرم الزرع تحت العين في وسائل طريقة لبعض الحالات بتصير في زرعات بتصير في طعوم حتى زرعات شحمية بس بيكون في عندي ضياعات مادية بيكون عندي مشكل حقيقي ما هو الموضوع التجميلي اللي بتلجأ فيه سيدي لمركز لتصلح فيها مشكل بسيطة أكيد دكتور هنا نحكي كيف فينا نعطينا نحنا بالجلد بالمناطق المعرضة أكتر يتغير لونه بالطريقة الصحة برأيك المناطق أكتر شي بتتعرض لونه عندكم هاي لين حكينا وأخدت حقها مندير بالنا على وجهنا بشكل مظبوط نتجنب الشمس نتجنب السولاريوم نتجنب البرونزاج يعني ما بنعرف إيمة بشوتنا اليوم وبتنرد بطريقة غير قابلة للعكس يعني ما في سيدي اليوم بتعمل مثلا سولاريوم عنه برونزاج وبتفترض أنه هي حتما رح تنفض من كلف ممكن بالرياحة ينصب تسمر اليوم ويروح السمر بشكل جزئي تكتشف أنه هي عندها كلف تتفاجأ فيه بس هي عملته بييدها مناطق تاني ممكن تعاني من موضوع السواد عندكم من منطقة الأبطين نستعمل اليوم من ديورانات اللي لكواليتي اللي تكون منيحة لنسبة العطور طبعا ما بتكون عالي من بعد عن ديورانات السبري نعتمد على بعض الاستيكات أو بعض المستحضرات اللي بتكون من شركات معروفة على الأقل العطورة بتكون أو العطور المستخدمين فيها ما بتسبب التصبغات أو التهيجات دفت الشيء منطقة العاني وهي منطقة كتير للأسف طريقة العناية فيها ببلادنا فيها شوي شي جائر لأنه الحكي فيه محرم تستحسد فيها الحقيقة أنه هي ما بدا كتير لا عطور ولا مستحضرات ولا كتر معاقمات بدها طريقة عناية خاصة فيها تراجع طبيبة النسائية عين لمعليها والأمور الثانية هي طريقة عناية بسيطة يعني بعد نزع الشعر من المنطقة يكون مستحضرات لطيفة تلطيف للبشرة بالمنطقة أو بس إذا في عندها التهابات مزمينة عندها مشاكل هرمونية فيها تراجع طبيب الجلدي أو الغدد أو النسائية اللي هي عمد اللي هي بتعتمده مشان تصيح موضوعه الهرموني موضوع مثلاً الإكواع والركب دايماً العناية بالأخرين نعتبر رطوبة المنطقة ما نجور عليهم كتير بدل الست اللي بتصلي تحط مثلاً الحاف سميك أو سفنجي وتحط السجادة عليهم ما ينزل وزن جسمها كله على الركبتين خاصة إذا وزنها منيح ممكن هذا الوضع يأثر عليها ويعمل لها تصبغات أو يعمل لها لون الناس اللي بيقضوا بوضعية التربية اللي بيتربعوا أحياناً ظهر القدمين أو الجزء الوحشي منه الجزء البراني منه بتظهر فيها بقع ممكن تكون متقرنة ممكن تعطيلون غامق يحرج أي إنسان في عادات أحياناً هي اللي بتوجه هي اللي بتوصلنا له نتجنب هاي العادات لأنه هي من عادات أساسية بسهولة فينا نجنبها أكيد يعني دكتور حطيت إيضا كيك على الوجع على العادات السيئة اللي بيقوموا فيها كتير من الناس خلينا نقول رجال ونساء وكله وفعلاً يعني عطيتنا نصائح كتير مهمين إحنا بنا نشكرك كتير على وجودك معنا إذا بتحبوا تضيف شيء أخير موفي سكراً دكتور نتمنى لك كل التوفيق وسكراً على معلوماتك القيمة شكراً لإعلام